بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كان كلامنا ولا يزال في القضايا من حيث الاعتقاد بها وقلنا هذه القضايا من حيث الاعتقاد بها تمثل مواد الأقيسة كل دليل لا بد أن يتكون من هذه القضايا بغض النظر عن أن تكون هذه القضية شرطية أو حملية سالبة أو موجبة المهم أن تتصف بهذه الصفات المعينة يعني من حيث الاعتقاد بها لا بد أن تكون من المسلمات أو المظنونات أو المشبهات أو المتخيلات فذكرنا أن القضايا تقسيم أولي تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة المسلمات المظنونات المشبهات المتخيلات وقسمنا المسلمات إلى معتقدات من داخل النفس النفس تعتقد بها بغض النظر عن الغير النفس تعتقد بها هذا الاعتقاد إما واجب قبولها وهي البديهيات وقسمنا البديهيات إلى ستة أقسام وإما مشهورات يعني النفس تعتقد بها لشهرتها لأنها قضايا مشهورة والآن بحثنا في المشهورات باعتبار أتممنا البحث في الواجب قبولها وهي القضايا البديهية الستة المشهورات ما هو سبب شهرتها سبب شهرتها إما أن تكون من القضايا البديهية هذه القضايا البديهية مشهورة فإذا كانت من البديهيات يكون لها اعتباران الاعتبار الأول أنها قضايا بديهية يؤمن بها العقل لبداهتها فتكون مشهورة باعتبار كل الناس يؤمنون بها لبداهتها وإدراكهم لها ويكون لها اعتبار ثاني لشهرتها وإما أن تكون مشهورة فقط يعني نؤمن بها نصدق بها فقط لشهرتها لا لأنها بديهية جيد هذا بالنسبة إلى المشهورات وهذه المشهورات سبب الشهرة إذا كانت فقط مشهورة فاختلفوا فيها أنه إذا كانت شهرة يعني ليست لبداهتها فما هو سبب شهرتها قالوا إما لأنها تشتمل على مصلحة عامة مثلا العدل حسن والظلم قبيح هذه من القضايا التي تذكر كمثال للمشهورات لما هذه القضية مشهورة العدل حسن يقول لعموم منفعتها لأنه ما من إنسان إلا وهو ينعم بفضل هذه القضية ويحتاج إلى هذه القضية فهي مشهورة لمنفعتها العامة هذا أولا والرأي الثاني يقول لا ليس فقط أنها صحيحة فيها منفعة عامة ولكن هل هي واقعية أو ليست بواقعية نقول بل هي واقعية فشهرتها لأنها واقعية وهي بالنتيجة تعود إلى واحدة من هذه البديهيات ولعلها ترجع إلى الفطريات فهي في الحقيقة مردها هذا الرأي الآخر يقول مردها إلى واقعيتها وبالنتيجة واقعيتها وإن ترجع ترجع إلى بداهتها جيد هذه المشهورات إما مشهورات عامة يعني الكل يؤمن بها كل الناس يؤمنون بها وكما ذكرنا في قضية العدل حسن والظلم قبيح وهذا العدل حسن والظلم قبيح يقول أكثر القضايا الأخلاقية ترجع إليها مثلا الصدق الصدق حسن يقول الصدق حسن إذا كان من مصاديق العدل أما إذا كان الصدق من مصاديق الظلم يعني قضية واقعية ويأتي إنسان ينقل هذه القضية الواقعية عند شخص آخر بحيث يسبب مشكلة للطرف الأول ويؤدي إلى هلاكه يؤدي إلى هلاكه فهذا يعتبر ظلم هذا الصدق في هذا المورد لا يعد صحيحا ولا يعد حسنا أو مثلا إنسان يسمع من إنسان كلمة في حق شخص آخر فيأتي لأنه يريد يصير صادق ينقل هذه الكلمة إلى أقربائه أو إلى صديقه الذي قيلت فيه الكلمة السيئة فيؤدي إلى النفرة والعداوة بينهما هذا لا يكون حسنا وإن كان صادقا لكن لا يعد حسنا الصدق إنما يكون حسن إذا كان من مصاديق العدل وقد يكون قبيحا إذا كان من مصاديق الظلم ويؤدي إلى ظلم شخص معين نعم فإذن المشهورات إما مشهورات عامة التي يعم تكون مشهورة بين كل الناس وإما مشهورات خاصة مشهورات خاصة يعني أهل الديانة المعينة مشهورة من مشهورات دين معين مثلا هذه القضية مشهورة عند المسلمين أو هذه مشهورة عند اليهود أو مشهورة عند المسيح فهي مشهورة لدين معين أو لمذهب معين أو تكون مشهورة في علم معين مثلا الأطباء فيما بينهم إذا يتحدثون لعدهم قضايا مشهورة أو المهندسين كذلك أو مثلا أصحاب حرفة معينة بين النجارين مثلا توجد قضايا مشهورة أو بين أصحاب حرفة أخرى مثلا أصحاب فن معين توجد عندهم قضايا مشهورة هذه تعتبر مشهورات خاصة فإذا المشهورات إما أن تكون عامة تعم شهرتها بين كل الناس أو مشهورة في علم خاص أو في حرفة خاصة أو في ديانة أو مذهب معين هذا بالنسبة إلى المشهورات وعندنا القسم الثالث من أقسام المعتقدات هي القضايا الوهمية أو الوهميات يعني ما يحكم بها الوهم ما يحكم بها الوهم وليس العقل يعني العقل يصبح تحت تأثير الوهم فيحكم وإلا الحاكم هو العقل فيحكم بها العقل بسبب تأثيرات الوهم الوهم تارة يحكم في القضايا الحسية لا إشكال في ذلك لأنه في القضايا الحسية الحس يعينه الواقع يعينه فيحكم عادة ما يكون حكمه حكم الوهم يكون صادقا لكن المراد هنا هو الوهميات يعني في القضايا غير الحسية في القضايا الغيبية أو في القضايا ما يعبر عنها ما وراء الطبيعة القضايا المجردة مثلا يحكم الوهم كل موجود جسماني كل موجود مادي كل موجود يحتاج إلى مكان وزمان هذه القضايا حكم بها الوهم بسبب ماذا؟ بسبب أنسه بالمادة بل نحن في عالم المادة كل الموجودات اللي نراها مادية كل الموجودات التي نتعامل معها مكانية زمانية فالوهم ينخدع فيحكم كل موجود زماني كل موجود مكاني أو كل موجود ماد هذه يعبر عنها بالقضايا الوهمية وهي عادة وغالبا ما تكون كاذبة خاطئة هذه هي القضايا الوهمية التي يحكم بها الوهم القضايا الغيبية أو القضايا ما وراء الطبيعة التي يحكم بها الوهم لأنسه بالماديات فيقيس الغائب على الشاهد يعني لأنه هو مأنوس بهذا العالم عالم المادة فيقيس ماذا؟ يقيس عالم الغيب على عالم المادة يحكم بأن الله له جسم تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يحكم بأن الله بما أنه له جسم فيحتاج إلى عرش اللي هو يعني هذا الكرسي العريش الذي يجلس عليه الملوك يحتاج إلى مطية يركب عليها فيتنقل بها من مكان من السماء إلى الأرض أو إلى مكان آخر فهذه قضايا وهمية جيد هذه بالنسبة إلى وجعلت من أقسام المعتقدات لأن الوهم يحكم بها بشدة بحيث لا يفسح المجال أمام العقل ليتحرى الموضوع ويدقق في الموضوع جيد وإنما يلح عليه بحيث يخدعه يجعل العقل يحكم ويسلم لحكم الوهم هذا تمام الكلام في القضايا المعتقدة إذن صار عندنا القضايا المعتقدة يعني التي تعتقد بها النفس من الداخل إما الواجب قبولها يعني اليقينيات أو البديهيات والمشهورات وعندنا الوهميات جيد القسم الثاني من المسلمات المسلمات قسمناها إلى معتقدات وهي ثلاث قضايا الواجب قبولها المشهورات الوهميات القسم الثاني المأخوذات فإذا المسلمات إما معتقدات وإما مأخوذات يعني النفس لم تؤمن بها لا يوجد عندها حكم وإنما أخذتها من الغير آمنت بها هسه هذه المأخوذات من الغير إما آمنت بها أو لا سلمت بها لسبب معين الآن يأتي هذه المأخوذات نقسمها إلى مقبولات وإلى تقريريات المقبولات يعني النفس صحيح لم تطلع عليها ولم تؤمن بها ولكن أخذتها ممن يوثق به فآمنت بها ولما تسأل النفس لما آمنت بهذه القضية قل لأن فلان هو الذي أخبر من هو فلان أفرضوا أخذتها من المعصوم لما تؤمن بأن صلاة الصبح صلاة الصبح ركعتان يقول لأن المعصوم أخبرني بذلك أنا أؤمن بها وسبب إيماني بها هو إخبار المعصوم أنا أخذتها من المعصوم أو أخذتها من أصحاب الإختصاص أخذتها من الطبيب من قال لك أن هذا الدواء هو المناسب لك تقول لأن الطبيب هذا الأخصائي المعروف هو الذي كتبه لي فإذن هذه تعتبر مقبولات يعني ماذا؟ يعني قبلناها لأنها أخذت ممن يوثق به تأخذها من أصحاب الإختصاص يعبر عنها بالمقبولات وهذه كثيرا ما يستفاد منها في المجتمع بشكل عام يعني سواء كان في القضايا الدينية أو في القضايا غير الدينية الآن أنت في مجال الطب تأخذ من أهل الإختصاص في مجال العمران الآن تريد تبني بيت وتبذل أموال كثيرة طائلة وتسلم أمرك لمن؟ لأصحاب الإختصاص للمهندس بحيث لو لم يكن مختصا يسبب لك مشكلة كبيرة تخسر أموالك وتخسر الوقت وتضطر قد في نهاية المطاف أن تلغي كل هذا العمل والبناء وتبدأ من جديد لكن أنت تأخذها منه إذا كان من أصحاب الإختصاص إذا كان من من يوثق بكلامه تأخذ وتسلم وتبذل الأموال ملايين الأموال تبذلها لأن المهندس قال لك خريطة البيت تكون بهذا الشكل المواد اللازمة للبناء هي هذه وأنت لا تعرف شيئا تسلم تسليما كاملا لماذا؟ لأنك أخذتها من الغير أو مريض يسلم حالته يسلم حالته الصحية إلى الطبيب وقد الطبيب يحكم عليه بعملية جراحية أو بقطع عضو أو بأمور كثيرة قد تهدد حياته بالخطر ولكن هو مع ذلك يخضع لها لماذا؟ لأنه أخذها من من يوثق به فيسلم جسده كاملا إلى الطبيب ويقطع منه أو يجري عليه عملية أو كذا لماذا؟ لأنه أخذها من من يقبل قوله فتسمى مقبولات لأنها تأخذ من من يقبل قوله جيد فإذن المأخوذات إما مقبولات وإما تقريريات ما معنى التقريريات؟ التقريريات أيضا أخذناها من الغير أيضا مأخوذة ولكن لم نأخذها مع القبول وإنما أخذناها وسلمنا بها لغاية وهي أفرض مثلا الآن أنا في حالة حوار مع الطرف الآخر في حالة جدال مع الطرف الآخر فلما يذكر لي قضية قد أنا هذه القضية لا أؤمن بها قد أؤمن ببطلانها ولكن أأخذها منه حتى ماذا؟ حتى يستمر النقاش أنا أريد أن ألزمه أن ألزمه بشيء أريد أن ألزمه بشيء فماذا؟ أسلم بهذه القضية حتى أنقض عليه أقول له ألا تقول كذا؟ وأنت عندما تقول كذا يرد عليك واحد اثنين 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 فهذه أأخذها أيضا مأخوذة من الغير ولكن لم أأخذها لإيماني بها كما في المقبولات في المقبولات أأخذها من الغير وأؤمن بها أما هنا أأخذها من الغير ولا أؤمن بها وإنما أريد أن أحقق غاية مثلا في الحوار في النقاش في الجدال أريد أن أنقض على الطرف الآخر أو أريد أن أثبت له قضية معينة ألا تقول بأنه كذا؟ يقول نعم لا بد أن تؤمن بهذه القضية هذه وتسمى بالمسلمات أيضا تقريريات تسمى بالمسلمات وقد يكون لا في مجال البحث العلمي الطالب لا يؤمن بقضية معينة ولكن لحتى يستمر البحث في بعض الأحيان يرى أنه الوقت ضيق أو هناك موضوع أهم يريد أن يصل إليه أو عند غاية معينة فيتقبلها الطالب من أستاذه مع عدم إيمانه بها أو عدم ثبوتها لا أقل قد هو الآن مثلا شرع فيه اليوم شرع فيه علم الفلسفة مثلا وقيلت له قضية معينة لم يفهمها لم تثبت عنده بالدليل فالأستاذ ماذا يقول له يقول الآن إن شاء الله بعد درس أو بعد كم يوم سيأتي إثبات هذه القضية مفصلا فالطالب يتسلمها من أستاذه حتى يستمر البحث إلى حين مجيء وقتها المناسب ويثبتها له بالدليل هذه أيضا تسمى من التقريريات ولكن تسمى بماذا تسمى بالأصل الموضوعي الأصل الموضوع يعني نأخذها كأصل موضوعي ثم يأتي إثباتها فإذن التقريريات يمكن تقسيمها إلى قسمين المسلمات والأصول الموضوعية أو الأصل الموضوعي المسلمات في حالة المناظرة في حالة المناقشة والحوار والجدال فأنت تسلمها من الطرف الآخر تسلم بها من الطرف الآخر مع عدم إيمانك بها بل قد يكون مع إيمانك ببطلانها والقسم الثاني وهي القضية قضية الأصل الموضوعي وهذه تكون في في البحوث العلمية في البحوث العلمية لا في النقاشات والحوارات إلى هنا نكون قد أتممنا البحث في المسلمات المسلمات التي هي المعتقدات والمأخوذات المعتقدات ثلاثة والمأخوذات اثنين فإذن صار عندنا خمس قضايا الواجب قبولها المشهورات الوهميات المقبولات التقريريات يبقى البحث في هذه الثلاثة يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة